اخر حاجة بس قبل مامشي علشان برضو في حاجات ومشاهد غريبة كده بقيت بشوف في سيدة عملت فيديو غريب جدا 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 ممكن يكون بحسن نية واتمنى ان يكون بحسن نية ويمكن في ظني خانتها التعبيرات كنا بتتحدث عن بعض ممن يتظاهرون في بيروت الجميلة الرائعة امام السفارة المصرية وتطولوا علينا يعني بس الفيديو ده كان غلط لانه بمنتهى البساطة هم وقفين بيتظاهروا انا مش بقولك بقى يقولوا اللي يقولوا فانا هم بيعبروا عن مين هل دول بيمثلوا لبنان لا ما بيمثلوش لبنان هل هم يمثلوا الشعب اللبناني لا لا يمثلوا الشعب اللبناني على الاطلاق دول لا يمثلوا الا انفسهم ومصالح ديئة جدا وقد يكون بعضهم بينتمي لفرق وفصائل اسلام سياسي متشددة ورايحين عاوزين ياخدوا اللقطة ويزايدوا علينا ازيدك من الشعر بيت ورد جدا ان هم ما هماش لبنانيين بالمناسبة يعني طيب وهذا ليس معرض الحديث لكن الفيديو ده انا بشوف انه هو اسألنا واسأل اللبنانيين الاتنين يعني اسألنا لانه قد تكون السيدة الفاضلة خانتها التعبيرات فبسبب التعبيرات اللي خانتها ده ادى لشتيمة المصريين لانه ظهر مجموعة اخرى برضو من اللبنانيين لا اظن على الاطلاق انه هم يمثلوا لبنان ولا اللبنانيين انا راجل ادعينا انا اعرف اللبنانيين واعرف لبنان كويس وعارف حجم محبتنا في قلوب وازهان وعقول وافكار اللبنانيين بشكل عام اللبنانيين بيحبونا بجد اللي يعرف اللبنانيين كويس اللي عاش في وسط اللبنانيين كويس اللي ليه اصدقاء لبنانيين فعلا عارف ان اللبنانيين فعلا بيحبوا مصر ويحبوا المصريين جدا جدا وفي نفس الوقت برضو لاخواتنا اللبنانيين انتو ما تعرفوش على ما يبدو احنا بنحبوكوا قد ايه ويسيبك من الكلام المسف لا احنا بنحب لبنان بنحب لبنان بيروت بنحب لبنان الجبل انا ابويا كان عايش في لبنان يعني يمكن كتير جدا من اللبنانيين عارفين ده وبيت ابويا كان في منطقة اسمها علي فانعرف لبنان كويس قوي فاي اثاءة طلعت على فيديوهات من اللبنانيين تجاه المصريين ارجو عدم الالتفات لشوات ناس تعبينها ادمغها واي اثاءة خرجت من حد او احد الناس تجاه اللبنانيين برضو ما تعبروش هذه الاساءات قد تكون سيدة المصرية سخنت اتضايقت استفزت نظر الاساءات اللي حصلت اثناء التظاهر قدام سفرتنا ده وارد هل هذا يعفيها من الخطأ لا اظن انه يعفي حد من الخطأ لانه احنا ما ينفعش بسبب اربعة خمسة عشر مية اشتم لبنان وسياسيين لبنان وجيش لبنان ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال واراه امرا غير مقبول واقول ده كمواطن مصري وكمزيع وصحفي مصري جدا يعني واقول ده كمان كعضو مجلس نواب مصري وانا لا احب ان اتحدث عن هذه الصفة طول ما انا جوه الستوديو ده ان في الستوديو ده انا راجل صحفي تلفزيوني مزيع فده لا يرضيني كنائب لا يرضيني كصحفي ومزيع لا يرضيني كمواطن خالص وفي نفس الوقت ما يرضينيش ان احنا نتشتم فاتمنى عدم الاستمرار في هذا التشاحن هذا التشاتم هذا التلاسن تحت حال من الاحوال احنا عندنا قضية كبرى اهم بكتير جدا من التشاحن والتلاسن والتطاول المتبادل احنا عندنا قضية مركزية اسمها قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة وخلي بالك من المصطلح اللي انا استخدمت انا ما قلتش الصراع العربي الاسرائيلي وما قلتش الصراع الاسرائيلي الفلسطيني هو الصراع العربي الصهيوني في المنطقة نحن لدينا عدو في المنطقة فده قضيتنا قضيتنا ما هياش التشاحن والتلاسن ما بيننا وما بين بعض القاهرة لبنان قاهرة بيروت القاهرة الرياض القاهرة بوزبي مسقط القاهرة القاهرة الجزائر قاهرة خالص خالص احنا علاقاتنا المفترض انها اقوى واهم وابعد واعمق واقوى وارقى وابعد واقدم من كده بكتير بكتير ولدينا قضية مركزية هي قضياتنا الرئيسية كلنا دون استثناء 22 دولة عربية وهو الاهم بقى احنا 350 مليون عربي عندنا ما هو اهم بكتير من فيديوهات وتيك توك وبلهات متعلقة بتشاحن وتلسل اهدوا يا جماعة يعني خلونا بس نركز في قضيتنا ونركز فيما هو مهم بس كده واللبنانيين يبوسوا ثلاث مرات اهو هنا وهنا وهنا وانتو كبان تعالوا بسونا ثلاث مرات هنا وهنا وهنا كل سنة وتطيبية